اشتركوا في القناة فجاء ابراهيم هذا الواد وترك ام اسماعيل وترك الرضيع من الان انتبه ستجد ان الله يؤسس الدين على الضعيفين على الام وعلى الرضيع ستجد ان الملة قامت من عند ام اسماعيل والرضيع وانه اهلك اعلى نظم الكفر والدولة التي يسميها الناس في الارض بالام والرضيع عندما قال لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فيبدأ الله الدين من عند الضعيفين الام والرضيع ثم لا ترانا نغيب عن ام عيسى عليه الصلاة والسلام مريم وذلك الطفل الرضيع وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين وستعلم في الحديث الصحيح ان البيت اصلا اسس على ربوة وما ادراك ما ربوة ولكن من الان كان لابد وكان واجبا على كل من يعظم ربه ويقول ان هذا القرآن كلام الله ان يستوقف ولو لدقائق فهذه الاصول والطفل والرضيع والطعام والحياة من هنا بدأ الدين ومن هنا اسس الله لنفسه حمدا اقام عليه البيت فاذا نحن امنا بهذا فعلمناه وعلمناه لن يكون شيء اسمه فصل الدين عن الحياة او عن الدولة اذ الدين هو الحياة والحياة كلمة الله فجاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام ونزل بالضعيفين الان ابراهيم يمثل رب البيت كما عندنا كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته وما ادراك فكل ابن بامر الله رب بيته الان ابراهيم في هذه الصورة يمثل رب البيت للضعيفين فجاء بالام والرضيع الى الواد وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء اسمع الماء والطعام فهذا الرجل الان الذي يمثل دور رب البيت الذي يأتي بالطعام والامان يتركه ماء ويترك عندهما ما يقيم اودهما من الطعام والماء ثم يستدير ابراهيم ويتولى ادبر وتولى فتبعته ام اسماعيل واجعل نفسك ما كان ام اسماعيل ولتجعل الاخت السامعة ان كان لها ولد هي تسمعنا وتعلم هذا الكلام اكثر من الرجل الشديد الام ذات الرضية تعلم وقعها على القلب عندما يدعها زوجها صاحب الامان والطعام ومعها رضية في واد غير ذي زرع استمع فيتولى ابراهيم فتتبعه ام اسماعيل يا ابراهيم يا ابراهيم وابراهيم لا يلتفت لو جئنا للمؤمنين اليوم بصورة او دعنا نسميه يعني فيلما مصورا هكذا نصور ابانا ابراهيم وهو يدعو الضعيفين الام والرضيع ثم يتولى هكذا لقال احدنا ما اقسى قلب هذا الرجل ولكن قلبه الين من لين قلوب المؤمنين جميعا ولكنه مأمور فتولى فتبعته الام الضعيفة قالت يا ابراهيم وهو لا يستجيب يا ابراهيم حتى فطنت فقالت اه الله امرك بهذا قال نعم قال بلى قالت اذا نذهب فلن يضيعنا الله تولى الرجل ابراهيم حتى وصل ثنية الودع فوقف هناك ثم استدار بوجهه قبل البيت لم يكن يومها بيت ثم استدار عند ثنية الودع من الان اعلم ان الذي امر ابراهيم ان يترك الضعيفين في الموضع الفلان تحديدا الله نفسه والذي قال لابراهيم الان استدر الله نفسه عند ثنية الودع في اللقاءات السابقة قلنا لك ان اخر من يرى الساعة راعياني من مزينة عند ثنية الودع الكلمة في نفسها اصلا ملغومة ملغوزة مليئة بالعلم ثنية الودع ثنية من ثنى يعني راجع زي ما انثنى هو ابراهيم والودع وما ادرك فهو يودع الان ما امر به والرعيان تمثيلا عن البشرية يودعون ويودعان ما مضى من البشرية فاستدار ابراهيم قال اسمه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة انما اراد الله ان يقيم بيته بواد غير ذي زرع الاصل ان يقيمه لو هكذا نظن نحن بواد مليئ بالزرع والحياة ولكن اصلا اخذ الله اصلين الرب الذي اللي هو ابراهيم رب البيت الذي يقوم على الامن والطعام اخذه واخذ المنابت لنعلم ان الذي يطعم ويتربب على الناس اصلا هو الله ولكن تغيب عنا هذه العلوم والمفاهيم عندما يكثر الزخرف وتتقرب الصورة فيكثر ضبابها فنظن ان ابانا الذي اطعمنا هذا الذي كان يأتينا في البيت هو الذي يرزق وهو الذي يطعم فاراد الله ان يعلم الناس ان الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ليس الاب المرتزق في الارض ولكن الرب الذي في السماء لا اله الا هو اعلم هذا ثم افتح دك وارتزق ما تشاء ولكن اياك ان تظن ان باب المرتزق غير باب البيت الذي يطعم ويؤمن هو الذي رزق في الاولى والاخرة الان ابراهيم يدعو الضعفين بواد غير ديزرة اول ذكر لابراهيم اصلا في سورة البقرة عندما جعله الله اماما للناس قال ابراهيم كما قال الله واذ قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا انتبه له الامن والطعام بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر فتجد اخي ان القرآن كله جعل الربوبية لله اصلا ثم الالوهية من بعدها انه يملك الامن والطعام الان الدول كلها اصلا لا تقوم الا على الامن والاقتصاد على الامن والطعام ففي اليوم الذي امسك الله بالامن والطعام جعل لنفسه الحق كله بغير شريك ان لا يعبد الا هو بالحق والقوامة الان يقول ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي فتمضي ام اسماعيل فتأكل ما ترك لها من التمر وتشرب من الماء وترضع الصغير حتى نفد طعامهما فلا طعام ولا امان ولا رب اللي هو ابراهيم رب البيت ولم يبقى الا الله لا اله الا هو فلما نفد جاعت وجاع الصغير وجعل يتلبط يعني يتلوى ويتخبط وكان رضيعا يعني لك ان تحجب له حول او بالكثير حولين فكان يتلوى ولا تستطيع ان تنظر اليه وانا احدث الان كل اخت سامعة لها ولدها وصغيرها لو مثلت نفسها بذلك الحال فجعلت لا تستطيع ان تنظر اليه ثم جعلت تصعد الى الصفة وتنزل من الصفة الى المروة وسنأتي ونشرح ان الذي جعلهما صفة ومروة هو الله يا اخي من اليوم من اليوم اعلم ان الذي يسمي هو الله اذا قال صفة ومروة بنا دينه على صفة ومروة ارجع انت فقط تعلم لما اسمها صفة ولما هي مروة ستعلم ان الله اقام دينا عند هذا الاسم عند الصفة وعند المروة فكانت تصعد الى الصفة وتنزل الى المروة تبحث عن الماء والطعام حتى يعني جرت او سعت سبعة اشواط حتى قال عليه الصلاة والسلام تعليقا على سعيها في الاشواط السبعة بحثا عن الطعام قلتلك اخي ان الدين كله بدأ عند فليعبد ورب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع فيعلق النبي عليه الصلاة والسلام على سعيها بحثا عن الماء والطعام قال فذلك سعي الناس بينهما الان لما كانت ام اسماعيل تسعى سمعت حسا فقالت قد اسمعت يعني تريد ان تقول لذلك صاحب الحس او الصوت قد اسمعت ان كان عندك رزق او طعام فهاته فاذا هي بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام فجاء جبريل فهمز بعقبه او بجناحه في الروايتين الصحيحتين الارض فنبع الماء فجعلت ام اسماعيل انتبه الان اللي تتصر في ام اسماعيل هو حال البشرية كلها البشرية كلها قائمة على هذه الام فجعلت ام اسماعيل تحوض الماء وتزمه زمزما تحوضه وتزمه والملك جبريل ينظر اليها فقال الملك سطرا وبضع كلمات جعلها الله علوم الدين كلها اصبر معنا في اللقاء المقبل باذن الله في نبأ من السماء نقول كلمة الدين على لسان الملك جبريل